شديدة طربويا الآن وبعد الإعلان عن النتائج النهائية لمسابقة توظيف الأساتدة والتي أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريض عن شفافية تم لهذه الأخيرة تبين أن هناك مترشحين ناجحين بمعدلات مقبولة لكنهم أدرجوا في قائمة الاحتياط لليا داود تم الإفراج مساء أمس عن قائمة الناجحين في مسابقة توظيف الأساتدة وانتهت بنجاح أزيد من 28 ألف أستاذة من أصل قرابة المليون مرشح للكتابي وأكثر من 145 ألف متأهل للشفاهية وزيرة التربية أكدت للنهار أن عملية التقييم جرت في ظروف حسنة وتميزت بالشفافية بداية من عمليات التصحيح وتقييم المترشحين مؤكدة على أنه تم احتساب معامل واحد في حساب النقاط التي تحصل عليها المترشحون من أجل ضمان العدالة في عملية التقييم فيما تم منح المناصب للمتحصلين على أعلى النقاط هناك من المترشحين ممن نجحوا في الكتابي والشفاهية لكن لا مقعد لهم في سلك التعليم لأنهم أدرجوا في قائمة الاحتياط لعدم استيعاب المؤسسات التربوية عدد الناجحين اللول لوحد جاء مثلاً 19.5 والتاني جاءت 19.49 19.5 ينجحك 19.49 ما ينجحش ولكن كان هناك امتياز وهو أنه يبقى في القائمة الاحتياطية في حالة مثلاً اللول لم يلتحق ياخدوا ممورة هذه الأول مرة معناها كل ناس اللي عندهم معدل أرام في الاحتياط هذا مبشر لأن بعض الناس يقولك آه عندي 12 مربحش 14 مربحش إذن نقدر نقوله بلارك في القائمة الاحتياطية وفي حالة عدم التحق أي واحد من الناجحين مباشرة رحياً لديه وليعود المسابقة التي أحدثت لغطاً وجدلاً واسعاً إلى حد اليوم وبعد الإفراج عن القائمة النهائية للفائزين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر